اهلا بكم الى العالمي هذا المساء انا رشق انديل هادية العنوين بعد اشهر من تهدئة القتال في درعة جنوب غرب سوريا المعارك تتجدد بين قوات النظام وفصائل المعارضة وتثير قلق الجار الاردني هل فشل تفاهم عمان موسكو في الحفاظ على التهدئة في درعة وما هي حدود الدور الاردني في الصراع السوري بعد جولة خليجية بدأها بالمنامة واعلن خلالها سعي بلاده التعاون مع التحالف الدولي لتشكيل مناطق آمنة في سوريا اردوغان في السعودية اليوم لبحث التهديدات هل سينجح الرئيس التركي في كسب دعم دول الخليج لدعوته انشاء مناطق آمنة في سوريا منظمة يوناسكو تحتفل بيوم الاذاعة العالمي الى اي مدى يمكن للراديو ان يقف في وجه تنافس شديد من قبل وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى والتليفزيون اهلا بكم بعد اشهر من صمت المدافع في درعة جنوب غرب سوريا اندلعت على نحو مفاجئ معارك طاحنة بين القوات النظامية السورية وفصائل معارضة من بينها فتح الشام النصر سابقا فيما اطلقت عليها هذه الفصائل اسم معركة الموت ولا المذلة هذه الاشتباكات تأتي بعدما بدى وكأنه اتفاق الروسي الاردني على تهديئة هذه الجبهة في الاستوديو هنا ينضم اليه الزميل انور العنسي ليطلعنا على تطورات الوضع على الارض خلال الساعات الثمانية والاربعين الماضية انور اهلا وسهلا بك كيف بدت هذه الساعة الاخيرة وفقا للعديد من المصادر ومن بينها المرصد السوري لحقوق الانسان فان هذه المعارك دارت في حي المنشية في درعة البلد وسط مدينة درعة وان 15 قتيلا من الفصائل الاسلامية والمقاتلة وجبهة فتح الشام قضوا في هذه الاشتباكات فيما قتل ستة عناصر من قوات النظام والمسلحين المولين لها بالاضافة الى عدد من الجرحى في صفوف الجانبين كذلك ادت هذه المواجهات الى مقتل طفل ورجل بالقذائف على منطقة في حي السحاري الخاضع لسيطرة قوات النظام بدرعة المحطة في مدينة درعة كما اصيب احد الاشخاص في لواء الرمثة الاردني المتاخم للحدود السورية جراء سقوط قضيفتين اطلقتها من الجانب السوري وفقا لمصدر امني اردني نعم الجديد بالذكر انور ان هذه الاشتباكات الى جانب انعكاسات ما بات يسمى بمعركة الحسم المرتقبة في الرقة السورية ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية لا شك تثير قلق الاردن لمتابعة التدعيات المحتملة لذلك وكيف تعامل الاردن مع الازمة السورية اذا اطلعتنا انور على طبيعة الدور الاردني فيما يجري في سوريا لنلقي نظر على ذلك قبل ان نتحول الى مناقشة مفصلة تعرفين رشاء الاردن هو احد اكثر الدول المعنية بالصراع في سوريا ليس فقط بسبب حدوده الطويلة التي تزيد على ثلاثمائة وقمسة وسبعين كيلو مترا ولكن ايضا لانه يؤوي عشرات الالاف من اللاجئين السوريين على اراضيه من بينهم ثمانين الف تقريبا او يزيد في مخيم الزعتري بالاضافة الى سبعين الف اخرين في مخيم الرقبان الذي يشرف عليه الاردن لهذا السبب تعامل مع الازمة السورية بحذر شديد فهو لم يتحالف مع النظام في سوريا ولم يتحالف مع احد ضده بل ابقى الابواب مفتوحة امام الجميع ولا اعتقد في ظني انه اجرى اي اتصالات مع اي من اطراف المعارضة الاخرى باستثناء العشائر القاطنة على الجانب السوري والتي قام بتمويل امريكي ايضا بتدريب العديد من ابنائها لمحاربة الارهاب كما قال المسؤولون الاردنيون وليس للوقوف ضد النظام الاردن كما هو معروف ووفقا لما ذكره لنا الفريق الرقن محمود فريحات في مقابلة سابقة مع بي بي سي لا يزال يبقي على سفارة سوريا مفتوحة وعلى التمثيل الديبلوماسي بين العمان ودمشق لا بس ان نستمع الى مقطع من تلك المقابلة احنا لم نعمل ضد النظام نهائيا علاقاتنا مع النظام لا زاعة مفتوحة حدودنا لا زاعة مفتوحة مع سوريا العلاقات الديبلوماسية لغاية الان موجودة مع سوريا والعراق ولكن احنا اللي هو هدفنا هو محاربة الارهاب اين مكان ونحن جزء من الانتحاف الدولي وجزء من الامر المتحدة في محاربة الارهاب هذا واجب علينا نحن نعم نحن قدمنا بعض الشيء نحن تدريب لبعض فصال المعارضة السورية خاصة جيش العشائر نحن قوات غربية على اراضينا نعم قمنا بالتدريب هل بالإمكان اعطاء اي ارقام او تقديرات هل هذه القوة باتت قابلة لا احضر من الرقم في الوقت الحالي نعطيك الرقم ولكن ممكننا نعطيكها فيما بعد ما عند الرقم هل نتوقع ان تشارك هذه القوات لاحقا في معارك طرد التنظيم من مدنها تتحدث عن بو كمال نعم الواجب الرئيسي اللي هم تدربوا على الواجب الرئيسي اللي هو مقامة اللي هو الإرهاب في المناطق اللي وجوجون فيها خاصة نحن نقول انحنا جنوب سوريا منطقة بو كمال العالي سيبثال يعني هذه المناطق اللي هي المناطق اللي موجود فيها يتحدث منها ابناء هذه العشائر اولى الناس هموا بالدفاع عن هذه المناطق ضد اللي هو الارهاب وليس ضد النظام لم يكن هدف من تدريبهم حتى يعمل ضد النظام إنما ضد الارهاب الفريق ركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية في حديث سابق لزميل فراس كيلاني من بي بي سي أنور إذا ما نظرنا إلى الانعكاسات المحتملة لمعركة الرقة على الأردن هل محتمل أن يصبح الأردن مهربا لمقاتلي تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية إذا مشتدت هذه المعارك أو استمرت بعد هذه المعارك المفاجئة اليوم في درع معظم المحللين والخبراء في الغرب يرجحون أن يلجئ التنظيم إلى تغيير قاعد اللعبة وإلى تكتيكات مختلفة من بينها للتخفي والاحتمال من بينها هروب عناصره إلى مناطق مختلفة لكنهم يرجحون أكثر هروب هذه العناصر إلى ليبيا غربا أو أفغانستان شرقا فيما يتعلق بالأردن من المرجح بقوة أن يعود كثير من الأردنيين المشاركين في صفوف هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإسلامية المتطرفة في سوريا حيث يقدر معحد فيريل للدراسات الألماني عدد الأردنيين المقاتلين في صفوف التنظيمات الإسلامية المتشددة الأخرى بحوالي 3900 لا توجد طبعا هناك إحصائية رسمية أردنية مولنا حتى الآن لكن السلطات الأردنية تعلم ذلك جيدا ولهذا فهي غلطت من العقوبات في القانون ضد من يعود من هؤلاء ويثبت انخراطه أو ظروعه في القتال إلى جانب سواء تنظيم الدولة أو جبهة النصرة أو غيرها من التنظيمات المتطرفة نعم زميل أنور العنسي الصحفي في بي بي سي أشكرك جزيلا شكر على إطلاعنا على هذه الرؤية سواء تحليلية أو إطلاعنا على 48 ساعة الفائتة أنور أشكرك شكرا جزيلا من الزميل أنور العنسي أتحول إلى ضيفي من عمان الخبيل العسكري الأستاذ فايز الدويري أستاذ فايز مساء الخير أهلا وسهلا بك إذا نظرنا إلى فجائية هذه المعارك بين القوات النظامية السورية وبين فصائل المعارضة التي من بينها فتح الشام النصرة سابقا في درعة يعني أولا دعا نتوقف عند الأسباب أو الدوافع التي أدت إلى انطلاق العمليات في هذه المرحلة بالذات اسم المعركة له دلالة الموت أو المذلة التقارير الميدانية تشير إلى أن المنطقة المحيطة بحي المنشية تتعرض باستمرار إلى خروقات وهناك عمليات تهجير بسبب هذا القصف لهذا السبب القادر الميدانيين يتحدثوا عن ضرورة حسم أمر حي المنشية من أجل تخفيف الأضرار الواقعة هذا السبب المعلن من قبل هذه الجماعات لكن أعتقد أن هناك مجموعة أسباب ليست ظاهرة للعيان أو ليست مباشرة عودا إلى المقابلة التي تتحدث فيها رئيس أركان القوات المسلحة الأردنية تحدث في جسئية أخرى وأشار إلى أن المعابر الرئيسية ستبقى مغلقة حتى تكون هناك سلطة رسمية تدير هذه المعابر إذن هذه إشارة أنا أفسرها إذا كان تفسيري دقيقا للنظام السوري أن عليك أن تسيطر على الجانب الآخر من المعابر إذا أردت أن يكون هناك حركة بينية ما بين الأردن وسوريا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تحدثت وتحدثتم عن اتفاق روسي أردني أثمر بإقناع قسم كبير من فصائل الجبل الجنوبية بالانضمام إلى أستانة واحد والقبول بإطلاق النار يعني هو تفاهم لأنه بدأ في اللائحة التي قدمها الأردن في أستانة الأخير عن الفصائل المتشددة أو المتطرفة أو ما شابه وكأن الأمر بدأ في صيغة تفاهم أكثر منه اتفاق وبالتالي نحن ننظر إلى كيف يضار الأردن من اندلاع المعارك مرة أخرى إذا ما صح التعبير لذلك سألت حضرتك من مفهوم أردني كيف يمكن النظر إلى هذه المعركة يا سيدتي الآن المعركة أنا أقول هي معركة محدودة نعم هي موجودة في جزئية من درع البلد في حي المنشية وبالتالي نحن لا نتحدث عن إحياء العمليات القتالية في ريف درعا وريفها أو في المنطقة الجنوبية من سوريا نحن نتحدث عن جزئية محددة جغرافيا أهدافها محددة عملية توسيع إطار العمليات غير ممكن عودتنا فصائل الجنوب أن تشن هكذا عمليات تتوقف بعد 36 ساعة أو 48 ساعة لأن مشكلة الفصائل في الجنوب هي مش هرذمة لكن من نفذ عمليات الأمس واليوم هي ما يطلق عليها حاليا هيئة تحرير الشام أو فتح الشام سابقا أو النصرة ما قبل ذلك مشكلة الأردن تكمن في الجماعات الإسلامية المصنفة هيئة تحرير الشام وهي الآن موجودة في درع البلد ولواء شهداء اليرموك وقوات خالد موجودة في حوض اليرموك أما الحديث عن البادية فهو أمر كذلك مختلف وأنتم أشرتم إلى الرقة وانعكاساتها وقد نتفق أو نختلف حول ذلك الأردن سارع منذ أشهر ليس الآن منذ أن بدأ يعدل في البوصلة الأردنية تجاه الأزمة السورية بدأ يعدل في قواعد الاشتباك وبالتالي أصبحت ليس فقط التعامل مع أهداف متحركة تشكل خطرا على الأردن إنما مع أهداف ثابتة والغارة الأخيرة قبل عدة أيام تقع شمال شرق السويداء بحوالي 60 كم على أحد المعسكرات القديمة نعم ولكن كيف يمكن التفريق بينما يرى على أن محاولة من الأردن وذلك في أكثر من لقاء حدث خلال الأسابيع الفائتة بيني وبين أكثر من ضيف محاولة من الأردن لنسخ تجربة درع الفرات ولذلك تمت المشاركة من جانب الأردن في أستانا لدعم فصائل الجيش الحر في الجنوب في الجبل الجنوبية والتي هي ستشارك مفترض في جناف لمطاردة تنظيم جيش خالد بن الوليد التابع لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية والدخول عبر بوابة نصيب الحدودية إلى ريف درع يعني أول الحديث عن منطقة آمنة على غرار أول حديث عن عمليات عسكرية أردنية على غرار درع الفرات أنا لا أتوقع ذلك والأردن أعتقد أنه غير معني بالانخراط العسكري المباشر على الجغرافية السورية لأن الأثمان باهظة والأوضاع الأردنية لا تسمح بتقبل تلك النتائج مهما كانت إيجابية أو سلبية الآن دعينا نقيم حجم التهديد وآلية التعامل حجم التهديد يكمن أولا من قوات خالد موجودة 1800 مقاتل في حوض اليرموك في منطقة اليادودة قريبا من تل الشهاب والمزيريب وبالتالي هذه القوات محاطة بقوات من الجيش الحر والحدود الجولان المحتل والحدود الأردنية وأقصى ما يمكن أن تسبهم من خطر للأردن هي عملية تسلل أو تحريك خلايا نائمة أو ذئام منفردة جبهة أو هيئة تحرير الشام جبهة فتح الشام السابقا هي تحاول أن تناكف المجتمع الدولي والمقاربة عستانا لأنها وضعتها على قائمة الإرهاب وهي عدلت نتيجة ما حدث في إدلب عدلت من بنيتها التنظيمية واحتوت مجموعة من الفصائل الأقل راديكالية لتقول للعالم في المرة الأولى عندما غيرنا الاسم من النصر إلى فتح الشام العالم لم يقبل تغيير الاسم الآن غيرنا في البنية التنظيمية ودخلت فصائل ليست راديكالية وبالتالي على العالم أن يتقبلنا كقوة معارضة للنظام أنا هكذا أقرأ المعادلة سياد لواء هناك داخل حدود الأردن ما يهدده وذلك بدأ في هجمات المخيمات سواء مخيمات الركبان أو الحدلات هذه أيضا تشكل مخاطر يبدو أن الأردن يريد أن يضع حدا لها وذلك أشير إليه بالبنان على أن تنظيمة يعرف بالدولة الإسلامية تحمل المسؤولية عن كيف تم تصرف ذلك في إطار هجماتك هذه أو غيرها يا سيدتي التهديد الذي يواجه الأردن من تنظيم الدولة أنا تحدثت فيه عبر ذي الفضائية وقلت هو تأثير أو تهديد ثلاثي الأبعاد إما عمليات تسلل أو دخول من الحدود الأردنية وهذا لم يحدث عيانا الذي حدث في الركبان أن الركبان والحدلات هو يقع على الجغرافيا السورية وليس على الجغرافيا الأردنية نعم تم استخدام أو توظيف اقتراب مخيم الحدلات الذي كان يبعد 100 متر لعبور الحدود الأردنية ومهاجمة المركز الأمني أما الثلاث اختراقات الأخرى سواء خلية إربد أو خلية الكراك أو حادثة البقعة هي من داخل الأردن من الخلايا النائمة ومن الذئاب المنفردة لهذا السبب لا يزال حجم التهديد هو التهديد يتمثل في عمليات محدودة ولكنها مؤلمة وموجعة لهذا السبب أنا قلت الأردن عدل قواعد الاشتباك ليواجه التحدي الجديد أما الحديث عن درع فراث جديد أو درع درعة سميه ما شئتي لا أعتقد أن الأردن يستطيع ذلك حتى لو رغب نعم سيدة لواء فايز دويري الخبير العسكرية من ضمن إلينا من عمان أشكرك شكرا جزيلا على هذه الرؤية إذن من المشهد الميداني إلى السياسي حراك تصاعد في الملف السوري ومحاولات من الرعاة الرئيسيين روسيا وتركيا وإيران الإبقاء على ديمومة وقف إطلاق النار في سوريا التي تم التوصل إليها في جولة محادثات أستانا الأولى شهر الماضي بعد اجتماع ثاني في أستانا حضره الأردن المرة الأولى قبل أيام وجهت الحكومة الكازاخية الدعوات لطرفي الأزمة الحكومة السورية والمعارضة إلى اجتماع جديد في الخامس عشر والسادس عشر من هذا الشهر في ظل شكوك بشأن حضور المعارضة الاجتماع اجتماع أستانا يأتي قبل أيام من اجتماع يعقد في جناف بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة التي وفقت على الحضور بوفد قوامه 22 عضوا يمثلون مختلف المكونات العسكرية والمدنية السورية يضم الوفد المفاوض للمرة الأولى وممثلين عن منصة موسكو التي تضم شخصيات مقربة من روسيا وممثلين عن منصة القاهرة شكل الإعلان النهائي عن موافقة المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جناف الأسبوع القادم نقطة انطلاق جديدة نحو المسار التفاوضي بعد مد وجذر وتهديدات بالمقاطعة لكن الموافقة التي تزامنت مع إعلان التشكيلة النهائية للوفد المشارك تسبب التأبيع حسب مراقبنا بتأجيج الخلافات داخل كيانات المعارضة المشاركة في الهيئة العليا فليس سرا أن عدة فصائل المسلحة كبرى أعلنت مسبقا عدم جدوى هذه المفاوضات في ظل ما تصفه هي بالخروقات المستمرة للقوات الحكومية لاتفاق ووقف إطلاق النار الوفد الذي سيرأسه عضو الهيئة السياسية للإتلاف السوري المعارض نصر الحريري وتم فيه تكليف محمد صبرى كبيراً للمفاوضين يعتبر بحسب مراقبنا المنصة الأكبر حتى الآن للمعارضة السياسية حيث سيتم تمثيل كافة القوى الرئيسية بما فيها منصة موسكو والقاهرة وكذلك القوى العسكرية الرئيسية الممثلين هم فقط تم دعوة الأستاذ علاء عرفات وهو ضمن منصة موسكو إضافة إلى وجود خالد محميد عن منصة القاهرة وكما علمت قبل قليل أنه تم توسعة الوفد من 21 شخص ليصبح 22 شخص بعد إضافة الفنان جمال سليمان إلى الوفد وفيما اعتبر مراقبون غياب ممثلين لأحرار الشام قضية خلافية ستضعف وفد المعارضة قال ناشطون إن المقاطعة تشكل رسالة للمجتمع الدولي ومفادها أن الحكومة السورية وحلفائها تساهم في تعطيل العملية السياسية الشاملة والحقيقية من جانب آخر أوردت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الحكومة تؤكد استعدادها لمبادلة سجناء لديها بمقتطفين لدى المجموعات المسلحة وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذل من أجل الشماع المقبل في الأستانا ولم يرد أي رد فعلا فوريا من جماعات المعارضة للحكومة السورية التي طالبت منذ فترة طويلة بإطلاق الحكومة السورية سراح السجناء لديها كخطوة إنسانية يجب أن تسبق الأنخراط في أي مفاوضات سلام للنقاش ينضم إلينا في السوديول سيد عبد الباري عطوان رئيس تحريج جريدة رأيي اليوم العربية الإلكترونية أهلا وسهلا بك ومن أسطنبول ينضم إلينا سيد ياسر فرحان عضو الهيئة السياسية للإئتلاف الوطني السوري المعارض أهلا وسهلا بكم سيد ياسر فرحان الوفد مفترض يضم للمرة الأولى ممثلين عن منصة موسكو إلى جانب منصة القاهرة ما دلالة ذلك برأيك؟ مسألة تشكيل الوفد هي مسألة إجرائية وحملت أكثر مما تحتمل وقد أثير حولها الكثير منذ أسناء الماضية بدوافع روسية من أجل اختراق وفد المعارضة بأشخاص بأجسام قريبة من النظام وقد استطعت الهيئة العليا للمفاوضات خلال الفترة الماضية أن تتماسك في ذلك لكن تلويح ديمستورا والأمم المتحدة بأنه سيدعوهم كمنصات أخرى سيعدد المفاوض سيشتت المعارضة دعا الهيئة العليا لاستيعاب هذه الأطراف بتمثيلها بشكل يتناسب مع حجمها الحقيقي دعا من منصة القاهرة ومن موسكو عدد معقول ضمن تشكيلة واسعة تضم الفصائل الموجودة على الأرض تتضم الاتلاف الوطني السوري بصفتها الممثل الشرعي للشعب السوري وتضم أيضا هيئة التنسيق التي تشكل العمود الفقري للمؤتمر القاهرة وأيضا ضمن مجموعات من المستقلين طالما هناك اتفاق واضح على أن مرجعي هذا الوفد هو الهيئة العليا للمفاوضات فإن هذا الأمر لن يشكل خطرا على تماسك الوفد بالشكل الذي ربما نحن نحذر منه وحذرنا منه خلال الفترات الماضية مع كامل احترامي لخضرتك كيف حملت أكثر من معناها ونحن نتحدث عن غياب جيش الإسلام عن غياب محمد علوش عن الحديث عن أنه ربما مأمون حج موسى ستنازل عن مقاعده لمحمد علوش ليمكن إدراجه على اللائحة أعتقد أن القضية حملت أكثر من معناها تعميم مخل اسمحنا لا ليس مخل الهيئة العليا للمفاوضات هي منوط بها بشكل أساسي تشكيل وفد المعارضة ضمن الهيئة العليا للمفاوضات هناك مشاورات تجري لهذا الغرض أما أن نحاول نحن إدخال وإقحام أشخاص آخرين ومجموعات أخرى من أجل أن نغير المرجعية النظرية ونغير المرجعية كهيكلية لهذا الوفد فهذا يؤثر بالنتيجة على مخرجات التفاوض وبالتالي كان هذا بابا يعني الطعن بتشكيلة الوفد من أجل أشياء أخرى لتكون بابا من أجل التأثير على مخرجات التفاوض لا أحد يشاكس في أن المرجعية السياسية هي للهيئة العليا للتفاوض لكن غياب جيش الإسلام مثلا له دلالات في جولات سابقة في جونيف وغيره إما أن الكلمة العليا في الفصائل المسلحة هي لتركيا أو أن هناك خلافات بين تركيا والسعودية أو أن هناك أمور ستجد في هذه المسألة أو أن الاستشاريين هم من جهات أخرى يعني ينبغي القراءة بشكل أعمق من ذلك على الأقل من جانب المراقبين ينبغي بداية تدقيق المعلومات بشكل كامل وهذا ما نسأل وحضرتك عنه ببساطة ولذلك أنا أقول بأن محمد علوش موجود ضمن وفد المعارضة الموضوع ليس حقيقة الفصال فيما بينهم اتفقوا واجتمعوا على أسماء محددة ثم قاموا بمراجعات لهذه الأسماء لا يوجد أي تدخل من أي طرف دولي بوفد المعارضة أطلاقا أؤكد لك ذلك وبذات الفصائل أيضا من جهة أخرى يعني محمد علوش كان كبير المفاوضين خلال الفترة الماضية وما يزال حتى الآن عضو في الهيئة العلية المفاوضات التي تعتبر مرجعية هذا الوفد وبالتالي تمثيله في الوفد هو تأكيد إضافي على حضوره وقد مثل في الوفد جيش الإسلام إضافة إلى وجود آخرين من دمشق ومحيطهم جيش الإسلام أيضا ضمن الوفد الاستشاري وبالتالي المشكلة الحقيقية ليست في تشكيلة وفد المعارضة يعني دمستورا صلت الضوء على هذا الاتجاه وشغل العالم عن ما يجري الآن في سوريا على الواقع اليوم تقرير لهيومن رايت سوتش النظام يستخدم الكيموي في حلب وهذا بعد القرار 2018 الذي يشير بأن حالات عدم الامتثال توجب إحالته لاتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع منذ يومين تقرير أمنستي بأن النظام يرتكب إبادة هذا نحن مطلعون عليه بالتأكيد ولا نحييده نحن نتحدث عن المفاوضات لكن أنا أشكر حضرتك أنك تحدثت عن معلومة أنه سيد محمد علوش أصبح على وفد المشاركين لأنه حتى يوم الثاني عشر من فبراير شباط لم يكن موجودا جيش الإسلام على وفد المشاركين ولم يكن السيد محمد علوش على وفد المشاركين والسيد مأمون حج موسى كان يتردد أنه سيخلي مقعده ليكون السيد محمد علوش على الوفد وبالتالي حضرتك أمدتنا بمعلومة في إجابتك على السؤال الثاني بعد دقيقة ونصف من بدء هذا النقاش وهذا أمر محمود شكرا جزيلا لك علي أستاذ أبل باري عطوان لماذا روسيا تحاول دعيني فقط أوضح بأن تفضل أعتذر دعيني أوضح بأن المعلومات التي وصلت كانت قبل انتهاء الاجتماع الذي عقدته للمفاوضات وبالتالي معلومات استباقية يعني من غير المعقول أن الطاولة المفتوحة والأعضاء موجودون ومجتمعون ويتناقشون ويخرج تسريب معين ثم نقول بأن هناك خلافا ما قد حصل ونبني عليه لا أنا لم أعجل بذلك سيدي الفوضل أنا لذلك أسأل حضرتك يعني من غير المناسب أن نطلق أحكاما الآن الهيئة العليلة للمفاوضات قدمت قائمتها وأعلنتها وفيها محمد علوش نستطيع لأننا نتحدث عن ذلك ثم أعود فأقول بأن المشكلة الحقيقية في أجندة التفاوض وفي الزام النظام بتطبيق قرارات الدولية وليس في تشكلة الوفد وعذرا على التدخل والإطالة سيد فرحان أنا لم أتخطى بعد نقطة تشكيلة الوفد المفاوضة عن المعارضة وبالتالي اسمح لي أن أناقش فيها ضيفي الموجود مع حضرتك كي نقيم حوارا عادلا على هذه الطاول وبعدين نتناقش في البنود التي ينبغي التفاوض بشأنه أستاذ عبد البري عطوان إذا كنا نتحدث عن وفد المعارضة الذي تم تشكيله ينبغي لنا الحديث عن أنه قبل الحديث عن جناف ينبغي الحديث عن أستانة على أي أساس تبنى أستانة مرة أخرى ووفود المعارضة المشاركة لب قضياتها واحد هي تريد تثبيت وقف إطلاق النار من ثم الانتقال إلى جناف وواضح أنها متفقة على أن روسيا لا تعطيها المجال لذلك أنا في تقديري مفاوضات الأستانة هي الأكثر أهمية لسبب بسيط أنها تضم الفصائل التي توجد لها قوى على الأرض وهذه الفصائل استطاعت فعلا أن تتوصل إلى إنجازات ملموسة في مفاوضاتها مع النظام هذه الإنجازات هي أولا اللي هو تثبيت وقف إطلاق النار الآن هناك مفاوضات للإفراج عن الأسرة أو تبادل الأسرة بين الجانبين طبعا هناك مشاكل تمت بأن الفصائل المعارضة على الأرض المسلحة قالت بأن النظام انتهك بعض الاتفاقات لكن في تقديري الضمانة الروسية التركية ستذلل هذه العقبات وأنا لا أستبعد أن يتم اجتماع أستانة الثاني في يوم 14 أو 15 من الشهر الحالي ومعالجة هذه القضايا لكن بالنسبة لي وفد المعارضة يعني مثلا جهاد المقدسي اللي هو من منصة القاهرة قال إنه لم يتم التشاور معه وغير مقتنع بالوفد قدري جميل قدري جميل قال بأن منصة موسكو قال أيضا بأنه لا يقبل بأن تحصل هيئة العليا للمفاوضات على النصيب الأكبر 9 أعضاء تقريبا من هذا الوفد هو التساؤل الأساسي لماذا أصلا يكون هناك للمرة الأولى ممثلين عن منصة موسكو على هذا القدر في هذا التوقيت الحساس إذا لم يكن لموسكو يد في فرض هذه المنصة سيد رشا يعني كان واضحا عندما قال ديمستورا بأنه إذا لم تشكل هذا الوفد سأشكله أنا ورفضت هذه التصريحات وقال إنه ديمستورا ليس هو الطرف المخول بأن يسمي أطراف المعارضة هذا شأن المعارضة وشأن السوريين وحده وهذا صحيح وهذا صحيح يعني الاعتراض على تشكيل ديمستورا للوفد هذا في محله لكن المشكلة الخلافات الآن هناك شخصيات غير موجودة في الوفد مثلا يعني زي أحمد الجرباء اللي الآن بيقول أنه عنده جيش من خمس ألاف شخص وعلى أبواب الرقة هناك أيضا مثل ما تفضلت جيش الإسلام يعني لم نسمع يعني محمد علوش كان رئيسا لوفد الفصائل المسلحة في الآستانة وكان كبير المفاوضين في الوقت طيب والأحرار الشام أيضا هذه قوة مهمة على الأرض يعني كيف سيتم التعامل مع غياب يعني جبهة مثل أحرار الشام لها وجود كبير جدا على الأرض واستطاعت أن تبعد نفسها عن اللي هو الجبهة النصرة وهذا سؤال مهم سيد ياسر فرحان 25 ألف مقاتل ضمن أحرار الشام موجودون بانتشار سواء في الجبهة الشمالية أو الجنوبية كيف سيتم التعامل مع هؤلاء المقاتلين لتثبيت أي اتفاق لوقف إطلاق النار وهذا السؤال في الواقع ليس مطروحا فقط على المعارضة مطروح أيضا على روسيا تماما خلال اتفاقية لقف إطلاق النار وما بعدها التي وقعت في أنقرة 30 ديسمبر الماضي أحرار الشام لم تكن من الأطراف الموقعة ولم تكن من الأطراف التي ذهبت إلى أستانا لكنها أعلنت بشكل واضح وصريح بأنها ملتزمة بمخرجات هذه الاتفاقية وعلى الأرض من خلال كل الوقائع التي نشهدها الآن وبشاهدة كل المراقبة مما فيهم الروس أحرار الشام والتزمة الآن بهذه الاتفاقية كذلك الأمر في المفاوضات التي ستجري في جنيف أحرار الشام ليست ممثلة بوفد المعارضة لكنها ليست معترضة على الوفد وليست معترضة على مخرجات هذه الاتفاقية نعلم تماما بأنه في اتفاقي تم يونخ السابق لوقف إطلاق النار والتي جرت بضمانة أمريكية وروسية كذلك الأمر أحرار الشام علما أنها من خارج الهيئة العلية المفاوضات أعطت تففيضا للهيئة العلية المفاوضات والتزمت بوقف إطلاق النار وبالتالي من غير المعقول أن نقحم وندخل كل أطراف المعارضة السورية والشعب السوري بأجسامها وهيكلياتها العسكرية والسياسية والمدنية ضمن وفد واحد لا يستوعب حقيقة أكثر من عشر أو عشرين شخص أكثر من ذلك من غير المعقول المهم التففيض المهم التأييد المهم التأثير والمهم القبول بهذه المخرجات المهم الاعتراف الذي سيحظى به هذا الوفد وهذا أعتقد بأننا قد عبرنا شوطا واسعا باتجاهه هناك بعض المحاولات لإثارة بعض النقاط بفرض أجسام أقرب ما تكون إلى النظام من المعارضة على المعارضة أو بفرض أجسام تتموضع في المنطقة وسط ما بين المعارضة والنظام نعم ما رأيك أستاذ بالباري في هذا الطابع طيب ما رأيك أستاذ بالباري يعني أنا أستغرب يعني الحديث أنه أطراف من النظام المعارضة تتفاوض مع النظام وليس تتفاوض مع أطرافا محسوبة على النظام يعني ما حصل في آستانة هذه سابقة مهمة جدا الآن الحديث أنه أطراف محسوبة على النظام أو أطراف غير محسوبة على النظام أعتقد يعني لقاء الآستانة تم تجاوزها يعني أو أسسها لتجاوز مثل هذه التقسيمات طبيعي أن تكون هناك بعض الآن بعد أن يعني اللي هو فيتو التفاوض مع النظام بعد أن سقط يعني أيضا سقط معه التفاوض مع جماعات يعني ربما تكون أقرب إلى النظام منها مثلا إلى المعارضة هذه معارضة تمثل ألوان الطيف السوري وألوان الطيف مختلفة يعني هناك طيف مثل ما قلنا طب أين معاد الخطيب مثلا أين أحباد الجربة أين أحمد علوش ضيفي رد على ذلك أنه لا يمكن تمثيل كل فرد وكل طرف وإذا كانت هناك أطراف تفاوض الأطراف الحاضرة أو تفاوض هيئة التفاوض باعتبارها متحدثة باسمها إذن فهي كافي أستاذ الرشاة يعني عندما شكلت موضم التحرير الفلسطيني وهناك فارق في المقارنة عندما شكلت وفدها إلى مؤتمر مدريد للسلام يعني كانت جميع الأطياف ممثلة لم يكن هناك خلاف على من يمثل ومن لا يمثل في الوقت الحالي نجد أن هناك خلافات كبيرة على هذا الرأي يعني تفضلت قلت موسكو لها رأي نعم لها رأي لأنني تخطيت وقتي بالفعل ولكن أنا فهمت بالمقاربة ما الذي تعنيه حضرتك وعلى أي حال بما أن المفاوضات مستمرة فحوارنا مستمر أيضا أشكر ضيفايا شكرا جزيلا فلسوديو الأستاذة بباري عطوان رئيس تحريج جريدة رأي اليوم العربية الإلكترونية شكرا جزيلا ومن أسطنبول سيد ياسر فرحان عضو الهيئة السياسية للإتلاف الوطني السوري أشكركم شكرا جزيلا العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا بعد جولة خريجية بدأها بالمنامة وأعلن خلالها سعي بلاده التعاون مع التحالف الدولي لتشكيل مناطق آمنة في سوريا إردوغان في السعودية اليوم لبحث التهديدات التي تواجهها المنطقة منظمة يونسكو تحتفل بيوم الراديو العالمي بي بي سي عربي اعتبارا من اليوم يحق لنا حمل السلاح داخل الجامعة إنه حق لي كإنسان وكطالبة جامعية تحترم القانون أن أكون قادر على الدفاع عن نفسي إذا أقدم شخص على إيذائي لما لا يسمح لك بالدفاع عن نفسك داخل الجامعة كما هو الحال في أي مكان آخر كل إنسان يرى العالم من زاويته بي بي سي عربي قصص تربطنا في عنوانها العريض تأتي زيارة الرئيس التركي رجل طيب إردوغان لثلاث دول خليجية هي البحرين والسعودية وقطر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه الدول لكن التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي لم تغب عن جدول أعمال الزيارة ويرى مختصون في الشأن التركي أن الزيارة تشكل بداية لعصر جديد من أعلاقات الخليجية التركية وتؤسس لشراكة استراتيجية بين أنقرة والدول الخليج ملفات المنطقة الشائكة في سوريا والعراق واليمن لن تكون بعيدة عن محادثات الرئيس التركي مع العاهل السعودي في ظل تصريحات سابقة للرئيس أردوغان قال فيها إن بلاده تنظر إلى علاقاتها مع الرياض من زاوية استراتيجية جسدها البلدان بإنشاء مجلس التنسيق التركي السعودي عصر ذهبي تشهده العلاقات الخليجية التركية في الفترة الأخيرة ولعل الجولة الحالية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كل من البحرين والسعودية وقطر لا تؤكد انفتاح أنقرة على الخليج فحسب بل إنها وبلا شك تؤسس لشراكة استراتيجية بحسب مسؤولي هذه الدول الزيارة استهلت باستقبال مهيب للرئيس أردوغان في المنامة وتقليده أرفع وسام في المملكة من قبل عاهلها حمد بن عيسى آل خليفة مع توقيع مذكرات للتفاهم في مجالات الصناعات العسكرية والتربية والتعليم فضلا عن إعفاء رسوم التأشيرة لرعاية كل من البلدين وهي بذلك تؤشر بحسب المراقبين إلى أن هناك بين السطور ما يمكن قراءته حيث فتح الأبواب على مصراعيها أمام المد السلطاني في مواجهة التمدد الإيراني الذي بات يشكل هاجسا مقلقا لدول الخليج وإذا كانت مقولة الحاجة أم الإختراع تستند إلى قواعد صحيحة فأن تركيا ولا سيما في الظرف الراهن هي الأخرى بأمس الحاجة لتحالفات جديدة عقب انفراط علاقتها مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبخاصة عقب المحاولة الإنقلابية التي خلطت أوراق هذه العلاقة بما يصعب إعادة ترتيبها مرة أخرى على المدى القريب مع ثقة للملفات العالقة ودسامتها التي بعدت مسافة التوافق بين أنقرة وحلفاء الأمس الأمر الذي جعل من أن تصبح العلاقات التركية الخليجية وثيقة بل نموذجية بحسب وصف الرئيس التركي ملفات المنطقة الشائكة ستكون بكل تأكيد حاضرة على طاولة البحث بين الجانب التركي والخليجي وبالذات السعودي سوريا والعراق ولبنان فضلا عن العلاقة مع طهران والإدارة الأمريكية الجديدة لا بد أن تحظى بتفاهمات بين الرياض وأنقرة لوضع أسس مشتركة يتم من خلالها رسم المواقف المستقبلية من دون تقاطع أو خلاف أردوغان وبصراحة تام أعلن أن بلاده تنظر إلى علاقتها مع السعودية من زاوية ستراتيجية وإنها أسست خلال العامين الماضيين روابط سياسية وعسكرية واقتصادية وثيقة مؤكدا الحرص على أمن المملكة واستقرارها والعمل على تقييم قرارات اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي وبحث آخر المستجدات في الأزمات التي تعاني منها المنطقة وبخاصة في سوريا واليمن والعراق محمد القباني بي بي سي من جدا نضم إلينا الكاتب والبحث السياسي لسادة إبراهيم الهطلاني أهلا وسهلا بك ومن أسطنبول المحلل السياسي لسادة يوسف كاتب أوغلو أهلا وسهلا بكما سادة يوسف كاتب على الرغم من أن العلاقات بين الإمارات وتركيا شهدت طورات إيجابية أبو ظبي أعادت سفيرها لتركيا في يونيو حزيران 2016 بعد الفطور طبعا بسبب الإخوان المسلمين والعلاقات الكويتية التركية حافظت على وطيرة جيدة إلا أن الدولتان لم تشملا بهذه الزيارة لماذا؟ مساء الخير تحياتي لك ولضيفك ولسادة المشاهدين طبعا تركيا تربطها علاقات جيدة مع معظم دول مجلس التعاون الخليجي وهذه الزيارة كانت مخطط لها مسبقا وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون الزيارة تشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي هذا بداية ثانيا هذه الزيارة جاءت بلا على هناك تنصيق واتفاقيات يجب التوقيع عليها وكانت من أهمها أربع اتفاقيات مع البحرين والآن الوفد التركي في السعودية وغدا سيكون في قطر لذلك لا يجب أن يكون هناك استنتاجات أن تخرج لماذا يتم تحديد ثلاثة دول فقط هناك أيضا دول مثل الكويت ومثل عمان الإمارات لم يتم زيارتها أو إشمالها في هذه الزيارة هذه زيارة مخطط لها فقط ثلاثة أيام وهي الأهداف محددة وترتيب مسبق وستؤتي أكلها الهدف هو تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ثانيا نعم أنت ذكرت في تعليقك بأن هناك الآن سواء كامل الإمارات أو حتى في الكويت العلاقات بدأت تعود إلى وضع الطبيعي أو الإيجابي وهذا ما تسعه تركيا مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي لذلك العلاقات بين تركيا ومجلس التعاون هي الأصل في أن تكون مشتركة متنامية لتحقيق هدفين أساسيين الأول هو جذب الاستثمارات الخليجية إلى تركيا ثانيا تعزيز الاستراتيجيات السياسية لمعالجة الإرهاب والتعاون الاستخباراتي والعسكري لمحاربة الإرهاب والملفات الساخنة في المنطقة سيد إبراهيم الهطلاني طبعا الهدف من الزيارة بالأساس هو ليس الملف الاقتصادي الهدف هو الملف السياسي وسوريا على رأس هذه الأولويات والمنطقة الآمنة مفهوم ذلك لكل ذي عقل ولكن البداية هي البحرين إلى ما وصلت السعودية في قراءاتها لهذه البداية أولا ثانيا ملف المنطقة الآمنة هذا كيف يمكن للسعودية أن تقومه في زيارة إردوغالا نعم أعتقد أن بداية الزيارة بمملكة البحرين لا ليس لها أي أبعاد سياسية فقط مجرد تنسيق بناء على الأجندات والجداول الموجودة في الرياض وفي المنامة أعتقد أن أردوغان يحمل مجموعة ملفات سياسية واقتصادية أهم هذه الملفات السياسية هو ملف المناطق الآمنة التي تحدث عنها قبل زيارة الرئيس أردوغان وكذلك تحدث عنها ترامب قبل سابع يبدو أن هناك تجهيزات إلى هذا المشروع قطر والسعودية ستقوم فيما يبدو بجهود اقتصادية ودعم مالي لهذه المنطقة الآمنة أعتقد أن الملف الاقتصادي حاضر بقوة في هذه الزيارة أتوقع أن الأتراك غير راضين على مخرجات وتفعيل المجلس التنسيق الاقتصادي الذي أعلن عنه في نهاية 2015 وتم التوقيع عليه في متصف 2016 معناته حتى الآن سنة كاملة ولم يجتمع هذا المجلس إلا في الأسبوع الماضي حتى الآن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وتركيا لم يتعدى 6 مليارات دولار وهذا يعني أن ترجمة وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية لم تبلغ حجم التوقعات السياسية والاقتصادية التي صاحبت توقيع هذه الاتفاقيات ولم تتوافق مع الآمان والطموحات في البلدين والمنطقة الآمنة أستاذ إبراهيم موقف السعودية من هذا المشروع نعم هذا المشروع أعتقد أنه سيجد اهتمام كبير وأعتقد أن المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر قد تجاوبت مع دعوة الرئيس الأمريكي ترامب في هذه القضية وأعتقد أنه سيكون هناك إجراءات إيجابية في هذا الاتجاه إذا ما تمكنت القوات التركية وقوات المعارضة السورية في الوصول إلى كامل مدينة الباب في سوريا كيف يمكن أستاذ أوغلو لتركيا إقناع الدول الثلاث بمشروعها هذا وخصوصا أنه من بين الاتفاقات التي حضرتك متفضلا أشرت إليها اتفاقات دفاعية والسعودية لها توجه واضح في اتفاقاتها الدفاعية له علاقة بحماية المنطقة من طموحات إيران كما يطلق عليها كيف لتركيا أن توائم بين استراتيجيتها في علاقاتها مع إيران أو بمصالحها مع إيران وبين مواءمة ذلك مع سياساتها في المنطقة الآمنة في سوريا يعني المنطقة الآمنة هو مطلب أساسي وهو ضروري لحل الكثير من المشاكل بداية حل لمشكلة التهجير القصري ثانيا لعودة اللاجئين إلى أراضيهم وعدم التغيير الديمغرافي تركيا ترى بأنه الآن يجب أن يكون هناك تعاون مشترك مع الدول الداعمة للشعب السوري وهذه الدول الخليجية داعمة للشعب السوري وامتطلبات الشعب السوري وتفعيل العمل السياسي يعني تركيا هي ضامنة للمعارضة السورية مع روسيا مع القوى الفاعلة على الأرض ونجحت تركيا في وقف إطلاق النار بداية والآن يتم الحديث عن أستانا رقم ثلاثة يتم الحديث عن التحديد لجينيف الدول الصديقة للشعب السوري المتمثلة في دول الخليج أيضا لها مصالح مشتركة مع تركيا أن يتم تفعيل الحوار السياسي الوطني السوري لذلك التنصيق الجهود وتحمل المسؤولية كاملة ليس فقط من خلال تركيا هو مطلب أتوقع أنه إيجابي ويلقى ترحيب من الإخوة الخليجين هذا بداية ثانيا ملف إيران هو أي نعم ملف شائك ولكن تركيا ترى بأن الآن هو ما يجب ترحه على الصاحة هو التعاون والتفاهم المشترك مع الدول الصديقة للشعب السوري لتفعيل وتحمل المسؤولية أمام ما يحدث في سوريا وبالتالي الآن سواء على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الإغاثي حتى على مستوى المناطق الآمنة يجب الدعم الكامل والتنصيق المشترك وأتوقع بأنه لن يكون هناك تعارض بين ما تقوم به تركيا مع دول الخليج وبين ما تقوم به أيضا على الأرض في الملف السوري وإن كان هذا يغضب بعض الدول أمثال إيران فتركيا ترى بأنه يجب وقف حمام الدم وأن يكون هناك ما يصب في مصلحة الحوار السياسي الوطني انتلاقا من أستانا ومرورا من جينيف حتى يتم التصالح أو يتم الوصول إلى نتائج محددة وبالتالي دعم الإخوة الخليجيين مطلب لتركيا وهو يصب في مصلحة الجميع سنعيد تقويم هذه الملفات مع نهاية الجولة بالتأكيد شكرا جزيلا لضيفية من أسطنبول المحلل السياسي أساد يوسف كاتب أوغلو ومن جدة الكاتب والباحث السياسي لأساد إبراهيم الهاطلاني شكرا جزيلا لكم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يوناسكو تحتفل في الثالث عشر من فبراير شباط من كل عام باليوم العالمي للإذاعة الإذاعة تعد أكبر وسيلة إعلام تصل إلى شريحة واسعة من المستمعين في أنحاء العالم وتعد إحدى أدوات الاتصال الفعالة ولعبت دورا في عمليات الإغاثة في مناطق الكوارث على مر السنوات استطعت الإذاعة الراديو أن توصل أثيرها أيضا إلى أماكن نائية يصعب الوصول إليها لكن الراديو هذه الأيام يواجه تحديات كبيرة بتعدد الوسائط الناقلة للصوت والصورة ووسائل التواصل الحديثة التي أصبحت منافسا لكل وسائل الإعلام أسمع أخبار العالم أسمع أخبار الغياضة أسمع البحث في الوزارة الصحة منعوا شنو وعملوا شنو وصرحوا شنو ووجدوا شنو دي أنا بلقطة يعني بسمعه والله بسمعه في الراديو من زمن الفي الجيش من أربعة وخمسينة بسمع الراديو زمن الراديو أبو حجر عنده حجر كده حجر كامل كده وبنزله فوقه أربعة عنده أربع كوبسات بنزلهه الناس بتسمع عندنا تاجر في الحلة أبوي بيجيب عندنا الراديو وكله ناس الحلة بالأمو وبسمعه الأخبار أنا من الوقت دا الصفحت في الشغالة دي وريبيت بيها بطرع راحت بيها خشتها العسكرية 21 سنة ومركتها وبسوق في اللوارد برضو من المدرمان لجنين أنا بشيل الراديو دا شغال ليلة ونهار إلا صحت النوم لكن ماشي واقف أنا بسمع هاي بسمع الراجل في الستوديو ينضم إليه هنا الزميل والصديق عادل سليمان رئيس تحرير إذاعة بي بي سي العربية عادل أهلا وسهلا أهلا بشي ومن بيروت الكاتبة الصحفية والإذاعية لأستاذة ميرا جزيني عساف أستاذة ميرا أهلا وسهلا بك البداية من عادل يعني كل السنوات التي عملنا فيها عادل والتقرير بصراحة تقرير جميل يعني هذا هو روح الراديو أنا مقتنعة شخصيا أنه الراديو لا يموت بس هناك بالتأكيد دلائل من عملنا كل يوم تثبت أنه بالفعل الراديو لن يموت نعم لا يموت ولكنه يتطور بمعنى أن هناك طرق جديدة على الإذاع بشكل عام أن تتبناها لكي تواصل تفاعلها مع جمهور متغير في عاداته للاستماع أذكر هنا بالتحديد مسألة التقنية الرقمية وهي بقدر ما تمثل من تحدي للإذاعة تمثل أيضا فرصة كبيرة لتطور الإذاعة والالتقاء بجمهورها عبر وسائط مختلفة وأذوات مختلفة نذكر اليوم أن اليونسكو التي رفعت شعار الاحتفال بيوم الإذاعة اليوم قالت عنوان هذا الاحتفال هو أنت والإذاعة واحد وهو شعار حكيم جدا لأنه يعطي للراديو دوره الأساسي وهو التواصل المباشر السالس مع المستمع وإتاحة الفرصة لهذا المستمع أن يكون مشاركا ليس فقط بالرأي ولكن أيضا كما تطمح اليونسكو أن يكون المستمع مشارك في تغيير الخريطة البرمجية بحيث تتيح له فرصة عادة توزيع الخريطة بما يسمح للمستمعين أن يكونوا مشاركين في عمل وصنع البرمج والمحتوى الإذاعي أستاذ ميرا كان هناك وقت ربما قبل أن تتطور منطقة الشرق الأوسط إلى ما يعرف بالربيع العربي وتأتي عليها كل هذه الأحداث قبل اهتمام المواطن في المنطقة بالسياسة بالدرجة الأولى أشيع أن الناس تريد أن تستمع إلى الموسيقى والأخبار الخفيفة القصيرة هل تغير ذلك بالفعل في وسائل الاستماع إلى الراديو بعدما جاء على المنطقة من تطورات سياسي أظن بداية أن الإذاعة لم تفقد دورها وريادتها في الإعلام التقليدي ولكن التطورات التي حدثت مؤخرا في المنطقة العربية وأيضا التطورات التي طرأت على هذا الدور الإعلامي من تقنيات حديثة أدت إلى بلورة مفهوم جديد لدور الإذاعة والإعلام التقليدي على حد سواء هذا التطور يطال المضمون بشكل أساسي وأيضا يطال الشكل من حيث ضرورة الحق إذا صح التعبير بتطورات التقنيات الاتصال الحديثة لنحية المضمون لا يزال المستمع برأيي تستهويها الأخبار المختصرة الأخبار المجزة التي تقدم له زبدة الخبر السياسي أو غير السياسي هذا الأسلوب هو الذي يجب أن يتبع أو أن تكمل الإذاعة باتباعه لكي تستقطب مستمعين أو مطلقين أكثر ولسيما من فئة الشباب الذين هم الأساس في أي تغيير مرتج في المجتمع أو في الإعلام وغيره إذا منظرنا عادل إلى مستمعين نحن في بي بي سي عربي راديو إلى تطور مزاج المستمعين خلال السنوات الأخيرة أكثر البرامج التي تحوز على إعجاب المستمعين لن تفاجئي بالطبع أن الأخبار دائما في مقدمة اهتمام المستمع خاصة عندما تكون هناك أحداث جسام الأخبار ليست فقط وسيلة للتعريف ولكن أيضا ربما جوز القول أنها أصبحت من أهم السلع التي يطلبها المستمع لأنها تخبره عن ما يحدث بالجوار وأيضا المستمع لديه رغبة في فهم ما يحدث ومحاولة ربط بين الأحداث المختلفة لكن أقول أيضا أن البرامج الموسيقية مثلا لها إقبال كبير والبرامج المنوعة لها إقبال كبير والبرامج الثقافية هذا بالنسبة للأجيال القديمة والجديدة أيضا أعود إلى مسألة بعض التحديات والمين بين هذا الأسبوع قمنا بتجربة عملية جديدة قدمتها الفيسبوك أنت تعلمين بالفيسبوك لايف الآن أوديو لايف قدمها الأستاذ محمود مسلم وهي تجربة أن تضعنا في هذا المجتمع الإنترنتي حينما تقدمين شيئا من خلالي ولهم عبر هذا الوسيط وتطرحين الموضوع وتجدي استجابة مباشرة من المستمع هذه تقنية لم تكن متوفرة في السابق لكنها يعني تعطي مؤشر على مستقبل التفاعل مع الراديو الراديو مازال وسيظل هو الوسيلة الأسهل والأكثر تطويعا لكي تصل إلى مجموع الناس وهي البيت الأسهل والأسلس لجمهور الإذاعة لكي يجد نفسه فيه من خلال التعبير عن صوته والمشاركة فيما يود أن يعبر بها عن نفسه بل ترى اليونسكو أيضا أن الإذاعة ربما تكون لها دور أكبر من ذلك وهي الموحدة والمحافظة على القيمة الديمقراطية والمؤسستية وغيرها الإذاعة دون غيرها من الوسائط الإعلامية لديها هذه القدرة على التواصل مع الجمهور فأعتقد أن الراديو بما يقدمه من ثراء في المحتوى ما زال لكل من هذه المواد المختلفة سواء الإخبارية أو الثقافية أو المنوعات لها جمهور ولا تنسي أن العامل الأساسي في الراديو والذي ربما يمثل الآن تحدي في استمراره هو سحر الصوت دون الصورة وإخصاب الخيال كمان لأنه لا يزال هو القادر على أنه تخلق أنت العالم الذي تستمع إليه دون فرض أي صورة عليك سيدة ميرة كيف يمكن للراديو أن يحارب مش يحارب ينافس السوشيال ميديا وينتصر عليها سيدة ميرة كما سبق وذكرت أن الراديو أو الإذاعة يجب أن تواكب هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي حصل في الفترة الأخيرة وفي السنوات القليلة الماضية كيف يمكن أن تنافس ليست منافسة بقدر السؤال هو كيف يمكن أن تكون بنفس المستوى من حيث التواصل مع شريحة أكبر من المتلقين وهنا أتحدث تحديدا عن فئة الشباب الذين تستويهم أكثر الإعلام الجديد الإعلام الرقمي وربما حتى مواقع التواصل لا بس أنا أقصد أنه أحيانا تكون هناك مناطق أعذريني أحيانا تكون هناك مناطق لا يصلها مثلا الإنترنت وتكون وسائل التواصل فيها ضئيلة يعني ما شهدناه مثلا في التقرير من السودان ولدينا قاعدة كبيرة مثلا من المستمعين لكل إذاعة الأفأم في السودان لكل المخطات الإذاعية الراديو فيها هو البطل الرقم واحد وينافس السروشيال ميديا حتى لم تكن موجودة فالراديو ينتصر أحيانا نعم نعم يعني في هذه الحالات الإذاعة تبقى هي المصدر الأول للخبر وهي المرجع الأول ربما للتعبير عن تطلعات الشعب أو عن همومه أو عن احتياجاته في حال غابة الإعلام الجديد الإذاعة تحتفظ بريادتها في هذا الإطار ولكن في المجتمعات حيث هناك الكثير من الإعلام الرقمي والإتجاه ينحو أكثر بهذا المنح على الإذاعة أن تكون تستخدم ما يقدمه الإعلام الرقمي وهنا نتحدث ربما عن إطلاق التطبيقات عن المواقع الإلكترونية عن تقديم خدمات الخبر العاجل أو خدمة الاستماع إلى البصر مباشر وكل الخدمات التفاعلية التي عليها أن توفرها لكي تستقطب جمهورا أوسع وتواكب التطور وتحافظ على استمراريتها نوعا ما هل المحتوى ساعتها يختلف أستاذة ميرا يعني إذا كان الراديو هو وسيلة الإعلام أو التواصل الوحيدة الموجودة المتاحة يمكن ساعتها أن نحتمل أن يكون في هذا الراديو محتوى أطول مثلا من المسرحيات أو من المسلسلات الإدعية كما اعتدنا على الراديو قديما بينما لو كان هذا الراديو متاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر التطبيقات كما ذكرت تبقى الأخبار القصيرة والموسيقى والبرامج الرشيقة ربما هو الاختيار الأمثل نعم هنا تختلف هذه الأمور باختلاف المجتمعات كما قلت إذا كنا في مجتمع لا يعتمد كثيرا على هذه المواقع الجديدة أو على مواقع التواصل التي تقدم الأخبار وتتيح الوصول إلى المعلومات بشكل كبير فإن الأسلوب التقليدي للإذاعة هو المتبع حين ذاك الأسلوب المطول ربما الأسلوب الذي يدخل في التفاصيل أكثر لأنه عندها تكون الإذاعة هي المصدر الوحيد للأخبار شكرا جزيلا لضايفية من بيروت الكاتبة الصحفية والإذاعية لأسادة ميرا جزيني عساف أشكرك شكرا جزيلا وهنا في الاستوديو عادل سليمان رئيس تحرير إذاعة بي بي سي العربية راديو بي بي سي شكرا جزيلا لك عادل هنا لندن بي بي سي شكرا جزيلا لحضراتكم العالم هذا المساء انتهى عند هذا الحد غدا أعود ألقاكم في السادسة بتوقيت كرونتش حتى ذلك أرحي نبقى في أمان الله شكرا جزيلا لحضراتكم العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي بي سي معكم دائما بالصوت والصورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة